السلام عليكم انا عارف الكلام اللي انا هقوله ده ممكن يضايق حد او ممكن ما يعجبوش او ممكن ناس تهاجمني فيه شوية بس انا وعنديش مشكلة انا راضي الكلمتين دول وهقولهم من القلب للقلب وزي ما اطلعوه دول كبه حاجة ممكن تتجنبه وانت داخل رمضان عشان يعني تساهل على نفسك الدنيا وتوفى على نفسك عناق كتير الفيديو ده انا بوجهه للناس اللي زيه اللي زي حاليتي انا لانا شيخ ولا انا امام الدعاء ولا امام المسلمين انا انا انسان عادي جدا كل اللي انا املكه في الدنيا ان انا بحث بربنا سبحانه وتعالى ونفسي ادخل الجنة مش عايز اكتر من كده اول حاجة عايزك تتجنبه قبل ان تخش رمضان هو انك تظن ان لازم كلنا نبقى داخلين رمضان بنرفرف وبنطير واحنا بنستمتع جدا جوه العبادة واحنا لما صدقنا رمضان يبدأ فيه ناس يعني لازم نراعي الفرق بتاعنا في المستمدل فيه ناس هما وسبحان الله ربنا يكرمهم بارك فيهم متعبدين اكتر مننا ومستمرين في العبادة وبتاع فاصبحت العبادة جزء اللي هو وصله للزة بتاع العبادة لكن فيه ناس كتير اوي زي حالاتي كده بيقوا في رمضان بيبقوا عبانين بيكتهدوا يعني العبادة ده رقم واحد العبادة اكتهاد يعني مش لازم تبقى ريلاكسة جواها وحاسس بقى الروحانيات بطير من حواليك وللاسف التصدير بتاع ان هي حاجة متعة اوي وجميلة اوي ده بيبتدي خلي الناس مستنية ان هما يوصلوا في الحالة دي مبدأوش فانا بقولك ابتدي اكتهاد وعبود الله سبحانه وتعالى من غير ما تنتظر المشاعر المشاعر دي بتيجي لما بتنتظم في العبادة وتبتدي تعوض التقصير اللي عندي وعندك انا بكلمك انا الفيديو ده انا ايلون نفسي قبل ما اطلع اتكلم فيه هنا فالعبادة اكتهاد دي رقم واحد ما تحطش في دماغك اي حاجة تانية العبادة اكتهاد اتنين بلاش توقعات زايدة من نفسك انت عايش طول السنة بلايف ستايل معين مش بسهولة هتبقى في رمضان واحد تاني يعني انت مش هتبقى كريم وبعد كده تخش اول لما رمضان بس يخش عادي الساعة 12 بقيت خلاص انت الشيخ الشعراوي رمضان بيدينا حافز نحن نحسن من نفسها شوية وبنبقى فعلا انا بحس ان العبادة عندي اسهل شوية من العادي بس ستيل برضو ما ينفعش احط تارجتس وحاجات انا بعيدة قوي عن امكانيتي فاعرف انت فين وزود على الحاجات اللي انت متعود تعملها حاول يبقى عندك ساعي واكتد انت تضيف على عباداتك زيادات عشان تاخد من الرحمات دي تقول يا رب والله يعني شاهر الرحمة ده انا اكتهدت فيه زيادة عشان ما بقاش من اللي خابه وخسره عشان اسعى فيه انك يا رب ترحمني لكن الجميل اللي ربناه سبحانه وتعالى بيتعامل معنا بفرديتنا دي يعني يرى منك لو انت فعلا قلبك خالص وانيةك خالصة وكتهدت قدر المستطاع ربناه سبحانه وتعالى يغفر لنا باذن الله مش لازم تقعد تبقى بقى حطت خطة تبدأ رمضان تموت نفسك بعد كده يعني حماسة البدايات دي تخلي النهايات حزينة فتلاقي ناس بدأوا وهبا في اخر عشرة ايام خلاص بقى يعني ما بيعملش حاجة حرفيا خد مدخل معتدل وخلي الكيرف معاك يزيد خلي العبادة تبتدي تقشر الزنوب اللي احنا عمالين نقع فيها طول السنة دي فقلبنا ييجى على اخر رمضان عشان بنكتهد مش العكس ان احنا بدقين جامد وهبا تش اه خلاص يومين تقدي فيه ناس انا عدى ناس ايه انا عدى علي رمضانات زمان ثلاثة ايام بالزبط سخين تقوي وباقي السبعة وعشرين يوم والثمانية وعشرينة فيش ما جيتش مش رمضان اصلا مش عايشو فالحاجة الوحيدة اللي خليتني اقدر اكمل جوه رمضان هو ان انا احترم انا فين واتحرك علي هذا الاساس ثالث حاجة المقارنات ابوس ايدك ما تقعدش تبص اصلا اخويا بيعمل اصلا بيعمل اصلا بيعمل اصلا بيعمل اصلا بيعمل عايز تعمل حد عايز تشارك حد يساعدك شارك حد من مستواك لكن ما تبصش على حد سبقك بكتير وتقعد تقارن نفسك بيه فتبتدي تعمل الخطوة اللي فاتت ان انت تحمل عن نفسك زيادة عشان تلحقه بعد كده تحس ان وانا بعمل ايه وتروح موقف ما تقارنش نفسك بحد اكتهد انت من جواك ان اقتصل الى الله سبحانه وتعالى مفيش سباق الجنة بابها لنا كلنا والله سبحانه وتعالى يعني يحبنا كلنا مفيش واحد عايز بقى التاني اه خلاص ولو سبق خلاص يعني هو ربنا يكرمه شوية زيادة انت بقى هياخد من كرمك حاجة لأ الرحمة والمخطرة اللي ربنا يديلك مش هتخص حاجة فانت اكتهد هتاخرك ملكش دعو بحد اربعة بلاش التخطيط المبالغ فيه انا ممكن كلناس يمشي معي بس انا ماشتغلش معي موضوع التخطيط المبالغ فيه ده لما عدت اقول ايه وهتفرج الصبح الى برنامج مش هفئيه ومس بعد الساعة بعد نص ساعة هقرى من كتاب مش هفئيه وبعد كده هقرى هنا التفسير وبعد كده هقرى هنا القرآن بعد كده هنزل لها صور الترويح بعد كده هنا قيام الليل بعد كده لما قعدت بقى اعملها كده مجابتش بقى معي اي حاجة خالص برضو حطيت على نفسي مجود زياد ده وبتخش في الانحياز بتاعي اللوه انا حطيت حاجات كتير قوي اول ما قاعت منهم واحدة في التانية في التالتة تساقطت الخطة كلها فنصيحتي يعني حط هدف واضح ليك من البداية حاجتين اساسيتين هتعملهم في اليوم عندك طاقة تعمل اكتر اعمل اكتر فانا هقرأ قد كده القرآن وهصلي مثلا الترويح ربنا كرمك وعرفت تاخد لك ركعتين تاني بالليل قد عرفت تقرالك حاجة ايمانية حركة قلبك حلو شفت حتة من برنامج عجبتك يلا بس بقاش خطة لي متحزمة المبالغ فيها ده ده رأيي شخصي مش مش لازم تبقى نصيحة رأيي شخصي خمسة ودي بالنسبالي اهم واحدة واهم الاتصاق مع الذات الناس بيجي دايما يليف لما هم فكهة ان ايه طب ما انا تقول السنة بقى اعمل الذنب ده يعني هاجع على رمضان ومعملش الذنب ده انا كده بقى منافق لا يا عم انت لو سافرت دلوقتي روحت الحج مثلا وبتعمل ذنب هنا في مصر ماش معقولها في الحجة هتعملو فالوقت والمكان ده مخصص للعبادة فالمفروض نتنازل عن حاجات احنا ممكن نكون في العادي ضعاف ما بنعافش نبطلها لما تخش في رمضان بقى بايه بكونسبت الاتصاق مع الذات ده فانا سنة في العادي بفرق على افلام مسازق ليه يعني يا بطالهم في رمضان بمنافل عادي بقى اسمع كليباته وبتفرج على فيديوهاته والغاني ومشابه ليه المشكلة لأ في مشكلة في مشكلة ان انت يبقى الله سبحانه وتعالى فتح لك باب خزنة بنك وقال له خش خد الرزق اللي انت عايزه وانت روحت داخل قال لك نص ساعة وهنقفل انت وقفت بقى النص ساعة دي تقول ايه ما انا برا بقى مسك الموبايل على فكرة بالربع ساعة والنص ساعة ايه مش كده معه دلوقتي عامل ربع ساعة لأ لأ هو دلوقتي مش كده دلوقتي الصح بتاعه ان النص ساعة دي تركز انك تاخد كل اللي انت عايزه فهي نفس الفكرة تلاتين يوم تخش الجيم اللي انت عايزه ما تحوطش بقى تولي استاتصاقي مع ذاتي واسه انا بعمل قبله وبعد يا اخي يمكن ربنا يتوب عليك ومتعملش بعد انت ليه يعني فقد الامل في نفسك فبلاش وهم الاتصاق مع انتك وبكده اكون شاركتك والله خمس خواطر انا قلتهم لنفسي يعني هو اصلا كانوا في الدناغي قلت يمكن اقولهم لحد ينتفع بيها او حد يبقى في حتتي شبهي يعني عارف بساعات كده تسمع من حد زيك في نفس المعاناة بتاعتك ممكن يبقى نصحته تلمسك اكتر من لو حد مثلا سبقك اوي او عنده علم كبير اوي فبس اتمنى ان اللي اقوله ده يكون يعني ربنا يفتح له القلوب او يكون فعلا نافع ومفيد وجزاكم الله خير سلام علي